موسيقى موسيقى مايرايتس الفقرة يلي بتخلينا يكون عنا معرفة أكتر حول حقوقنا حول وينين يلي نمشي بالمبدأ على أساسها اليوم الموضوع هو النظام اللبناني بين الدولة المدنية والطائفية وضيفة هو المحامي جوزاف شحادي محامي وأستاذ جامعي صباح الخير صباح موسيقى حكينا كتير مؤخرا بخطابات سياسية حول ضرورة الاتجاه لدولة مدنية ولكن نفسه نحن نحن دولة مدنية نحن في عن نقوينين فخلينا نعرف شوي شو هي أولا الدولة المدنية بداية نحن هلأ بوضعنا بلبنان نتعرض لكتير من التحديات الشعب اللبناني يسمع كتير بمفاهيم ممكن تكون مفاهيم قانونية ولكن ما عم يتعاطف فيها ما عم يقاربها من الزاوية العلمية فلابد من أن نعطي تعريف لمفهوم الدولة المدنية ونعملها مقارنة مع مواضيع أخرى الدولة المدنية بلبنان يمكن نحن نخلط بينها وبين الطائفية بس هايدي أمور كلها مختلفة وكل واحدة منهم عندها تعريفة خاصة الدولة المدنية شو بيعني؟ بيعني أنه هايدي الدولة دستورة والأوانين والأنظمية اللي فيها هي وضعية بمعنى أنه الإنسان كتبها الإنسان وضع وضع نظامه الخاص فيها هي منا أوانين ولا دستير منزلة ولا شريعة إلهية ولا شريعة دينية وبالتالي الناس بدولة معينة بنظام معينة هني وضعوا أنونهم هني وضعوا النظام اللي هني بدون يعيشوا عليه لا بالدستور ولا بالقوانين ولا بالأنظمة ولا بالحياة اليومية يطبق أي شرع إلهي أو أي شرع منزل أي شرع ديني تعزيم واضح بالمقابل في عندك الدولة الدينية الدولة الدينية هي الدولة يلي تحكم بأنظمة دينية بشريعة دينية لا يمكن أن تخلفها أو تعرضها وبكثير من الأحوال ما فيك تعدل فيها ما بتقدر تعدل بهالأنظمة بهالأوانين هذا مفهومنا للدولة الدينية وهذا مفهومنا للدولة المدنية وبالتالي يصبح كثير من الأنظمة وكثير من الدول وكثير من المفاهيم هي مفاهيم لدولة مدنية والدولة الدينية الأمثلة عليها كثير قليلة بالعالم منها كثير هي يعني مثلا عندك خليني أخذ الفاتيكان مثلا هو دولة دينية عندك إيران بتطبق شريعة إسلامية عندك الدولة السعودية المملكة السعودية بتطبق شريعة إسلامية في هذا المفهوم فينا نحكي عن نظام ديني أما بمفهومنا نحن للموضوع الدولة المدنية الدولة المدنية هي دولة تطبق أنظمة وقوانين وضع الإنسان لكن بعدنا بمفهوم كثير واسع هنا لأنه مثل ما تقول الأمثلة أليلة للدول الدينية وحتى الدول الدينية بما كان ما بلشت دخل قوانين لا تستطيع تتعامل مع الجوار يعني الفاتيكان بيظل تابع لبعض القوانين يلي موجودة بإيطاليا وأوروبا ما بيقدر يعني يسكر كليا بتدخل إذا بدك بالأمر التنظيمي للحياة اليومية بالأمور التنظيمية بس مطرح اللي فيه تشريع ديني ما فيها تدخل شي ولا فيها تعدل ربما فيها تفسر وهذا يختلف عن الدولة عن مفهوم الدولة المدنية يلي قادرة أن تلغي القوانين وتحط قوانين جديدة وتحط أنظمة جديدة وتحط تفسيرات جديدة لنوصل على بيروت على لبنان نحن بالمبدأ الدولة مدنية بس مش بس لأنه الأفراد أو بعض الأفراد شرعوا وكتبوا الدستور بس كمان نحن فيها النقوانين ما بعرف يعني بتخليك تحس أنه ما فيه تدخل بالمبدأ الديني التدخل الديني أو الطائفة هو اللي إجوا بعدين إجوا ثقافيا إجوا اجتماعيا إجوا من وين إجوا وشو الرابط صحيح خلينا نحكي شو هي الطائفية نحن بلبنان عنا فوبيا من كلمة طائفية ومنفترض بأنه يمكن نحن المجتمع الوحيد بالعالم اللي عنا هالانديكاب هيدا أنه نحن مجتمع طائفي بالعكس هو مش هيك كل المجتمعات كل الدول بتنشأ من وراء الطائفية وشو المقصود بتعبير طائفية مش الأديان يعني مش بس الأديان هي طائفة الطائفية هي إثنيات عرقية هي إثنيات ربما لغوية أو عرقية أو حتى دينية مثل الوضع اللي عنا وهذا بيخلي أنه في كتير من الدول تنشأ بالأساس على صراعات ما بين هالإثنيات هايدي يعني الدول ما نشأت هيك فرد مرة إجت خلق العالم وخلقت مقصم إلى دول الدول نشأت من وراء صراع ما بين إثنيات عرقية إثنيات لغوية كتير من إذا بدك العشائر وغيره وهي كلها منقدر نصنفها بإطار الكومينوتية بإطار الطائفي فالصراعات هذه بين مجموعات وجدت بجغرافيا معينة ما قدرت تلغي ما حدا قدر يلغي تاني وبالتاريخ ما في حدا قدر لغي حدا فهي بالآخر بتوصل لمحل أنه مضطرة أنت تعايش معا ضمن إطار ضمن جغرافيا موحدة وهذا اللي منسميه نحن بالنتيجة العقد الاجتماعي ياللي منه ينبطق مفهوم الدستير وبالتالي شو بيكون العقد الاجتماعي بين طوائف موجودة ببقعة جغرافية محددة حتى يقبلوا أنه يتعايشوا مع بعضهم يكون هذا العقد الاجتماعي على قاعدة توزيع السلطة واقتصام السلطة بيناتهم وإلا ما حيقبلوا عيشهم يعني إذا ما قدروا نظموا خلافاتهم بمعنى أنهم يتقاسمون السلطة ما حيقبلوا عيشوا مع بعضهم بس شو الإطار الأنوني للعقد الاجتماعي هيدا شيء مكتوب مثل الدستور أو هيدا تفاهم هو التفاهم وفي النتيجة بيصير دستور والدستور يوزع السلطة على المكونات الاجتماعية لأي مجتمع اللي كان هلأ الدستور منه حالة أو فورمول سحرية بتطبق على كل العالم هي فورمول مبنية على مفاهيم تاريخية ناتجة عن صراعات بتخص كل دولة حتى تطلع بدستور وبالتالي بس خليني مرأة الفكرة إذا نحن دولة طائفية بالمعنى يلي بيفهموا اللبناني شو حالة سويسرا لكان يلي هي أرقى دول العالم يلي هي في عندها تعرف الطليين والإلمان والفرنسيين فإذا هذه دولة طائفية بانتياز أكتر منها نحن تعايشي بلجي كنفس الشيء المشاكل اللي كان عندها بتكوين حكومة صحي صحي اللي أنا عم بقصده اللي أنا عم بهدف لألو أنه نحن ما لازم يكون عندنا هذه الإعاقة الإحساس بوجود إعاقة لأنه نحن مجتمع طائفي الطائفية تؤدي إلى نشأة دول الطائفية هي مسألة توزيع سلطة بين مكونات المجتمع وإذا أردت أن تحجب السلطة بأي مفهوم عن أي طائفي من الطواقف المكوينة للمجتمع هذا مشروع حارب لأنه أنا مش عم بيحكي عن لبنان هنا عم بيحكي بالمطلع عم بيحكي بالمطلع لما فيه اتفاق وعم نغير بالاتفاق يعني صارت هذا طيب يعني بنفهم منك أنه فيه ناس وعية كتبت فسرت بشكل أنه ما يصير فيه تفسيرات بعدين وإذن بنوصل خلال نحكي عن لبنان طيب ما ليش إذا الوضوح طبع الأوانين والستير المحطوطة ليش بعدنا بنوصل لمحال أنه بدنا نفسر أو نقول أنه هذا المكتوب بس هذا المطبق أو هذا العرف أو هذا الالخري نعم الصيغة اللبنانية نكتب عنها كتير وأهم من نكتب عن الصيغة اللبنانية هو ميشيل شيحا ميشيل شيحا حكي عن التعددية في لبنان وحكي عن أن هذه التعددية هي تعددية فكرية لغوية ولي بدك يمن من التعدد الذي نحن نعرفه عن وضعنا في لبنان كتعدد ثقافي نعم وأبيقول ميشيل شيحا أنه الانصهار ما بيسوى الاندماج ربما شو معناتها الانصهار الانصهار النذوب ببعضنا وبالتالي الذوبان يلغي ثقافات معينة صحيح ويلغي حضارة معينة بالعكس غنى الاختلاف الموجود نهيك عن أنه نحن مكون من مجموعة طوايف الصغيرة عليها أن تتعايش مع بعضها هل ربما السؤال أنه هل نحن مكتوب علينا أن نعيش على طول بفكرة أنه نحن طوايف ومقصمين بهذا المعنى بالشكل اللي نحن عم نشوفه عندي ملاحظة عن هذا الموضوع سأقول لها بعدين بس دعني أقول شغلة مهمة بداية حتى تروح المجتمعات إلى انصهار كامل يا أما هي من الأساس بدها تكون من لون واحد يا أما عليها أن يكون لديها وجدان عام وجدان يعني للشعب أو فكرة تجمع يجتمع فيه على الأليل الاتفاق على تاريخ موحد قراءة لتاريخ موحد كريتير موحدة لمفهوم الانتماء الوطني مع الأسف نحن لا لدينا كريتيريا واحدة لمفهوم الانتماء الوطني نحن لا لدينا قراءة واحدة للتاريخ وإذا أعطيك أنت عن هذا الموضوع يمكن أن تستغرب لا أعرف نحن لا نفهم فخر الدين كلنا سواء بنفس الطريقة نحن كشعب لبناني لا نرى فخر الدين بنفس الطريقة وليس نتفقين على الأحداث التي صارت بالقرن الماضي ولا على أحداث الجديدة لا نتعلم تاريخ كل الدول المجيورة لأنه لم نتطرق إلى تاريخنا لم نتطرق إلى تاريخنا فإذا إلغاء توزيع المناصب أو توزيع السلطة دعني أحكي عن توزيع السلطة على الطوائف اللبنانية يأخذني باتجاه الغلبة للعددية وغلبة العددية حاليا بمنطق الاختلاف أو التنوع دعني أقول تنوع من هو الاختلاف التنوع الفكري التنوع الحضاري التنوع الثقافي التنوع الإديولوجي آخر شيء سأطلع رايح على ديكتاتورية جديدة من نوع جديد لأن هذا سيأخذ البلد إلى تحكم فئة عددياً بكل الباقيين هلأ هون كمان في بركة مشكلة مع فكرة الديمقراطية إنه الديمقراطية ما بتمشي إذا ما فيه سقافة لإله يعني مش بس الأعداد بتتكون وإلا كلها منفوت يعني لا وعلى كل حال فيه تحولات عم نشوفها ببلدين يعني عم نروح أكتر يعني فيه تغيرات صارت مع بعض انتخاب رؤسة ببعض الدول يعني هون الموضوع إذا العدد يعني سننا عم نحكي بالديمقراطية إذا بتثبط أولاء كسيستام خلينا بالأول نقول أنه علينا نروح بدل ما نحط عنوان الدولة المدنية اللي نحن حصنين عليها خلينا نروح على دولة الأنون خلينا نروح بهذا الاتجاه لأنه الأنون كمان هون منه فورميل سحرية بتنطبق بتجيبها وبتركبها على الدول الأنون هو نتاج وضعك الاجتماعي أنت بتعمل الأنون بيشبهك تستطيع تلبسه تبليش الأنون لا يتطبق ما زال يعني نكتشف ونكتشف ونكشف أنه الدستور واضح والإشياء مكتوبة والقوينين محطوطة ونحن فتنا على الدولة طائفية وهي الطواقف كمان اللي عم بتغطي هون ما بتقرب لأنه هيدا مسيحي وهيدا ما بتقرب لأنه يعني حتى لما نقع بحالات يعني فيه تدخلات لأننا نفتقر إلى ثقافة الأنون لأنه نحن ما منحط المعايير ومنمشي عليها نحن ما عنا مشكلة وجود قانون ولا عنا مشكلة وجود دستور ولا عنا مشكلة وجود نظام نحن عنا مشكلة تطبيق نحن ما منطبق وليش ما منطبق لأنه نحن عنا تحديات كتير كبيرة بلبنان وهيدا تحديات سياسية اللي علاقة بمفهوم الانتماء ما ترجوزيفش حادي إذا عم نحكي دولة مدنية ما لازم الأحوال الشخصية على الأقل تصير مدنية يعني ما زال لقوينين موجودة والنصوص واضحة بس نحن نعترف بالزواج المدني بس ما منعمل زواج مدني نحن الأحوال الشخصية بعدها يعني الأديان تتحكم فيها مش الدولة صحيح يا ملاء؟ صحيح هذا الموضوع قديم بالآنون بلبنان يعود إلى عهد الدولة العثمانية إلى نظام الملال ومن ثم بعهد الانتداب الفرنسي سنة الستة وثلاثين وضع دمارتيل قرار أعدد فيه الطواقف اللبنانية وأعطى للطواقف اللبنانية الحق بأنها تشرع لحالة تعمل أوانينة إذا بدك في موضوع الأحوال الشخصية بموضوع الأحوال الشخصية يعني عم نحكي الزواج الطلاق أحكام البنوية الإرث الوصي أعطاها الحق بأنها تشرع بهذا الموضوع اعترف بوجود الطواقف اللبنانية التاريخية المكونة للبنان ومن ثم أعطى هذا القرار لرأمه ستين لامري صادر سنة ستة وثلاثين بثلاثين ما عدت في عدلة بين الناس بهذا الموضوع لماذا؟ أعطى كل طائفة أنها تعمل النظام القانوني تبعها وتأدمه لمجلس النواب حتى يدرسوا ويقروا سمح لطواقف بعض يعني يمكن مش معروفة أنها تكون حالها وأنها تقدم كمان للمجلس النيابي القوانين ولم ينفي هذا القانون أعطاء هذه الصفة على مجتمع مدني إذا وجد هذا القانون صادر سنة ستة وثلاثين رح ناخد وقفة سريعة ونرجع نكمل الفكرة اللي عم تعطينا إياها عودة لحديثنا حول الدولة المدنية وكننا عم نحكي عن القرار الستين يلي أعطى الحق لكل طائفة أن تنظم أحوالها يلي خلق عدالة ومش نفس يعني بتطبق للكل هذا برأي عكس مفهوم دولة مدنية فكتة عم توضح هذه الفكرة نعم هذا خيار اللبنانيين لأنه اللبنانيين بهذاك التاريخ وبعتقد لليوم هن عندهم انتماء مذهبي وهذا الانتماء المذهبي تم تنظيمه الدولة عليها أن تدير شؤون الناس معها مش مطلوب أن تفرض عليهم شي هن ما بدون إيه وبالتالي إذا كنا عم نحكي بالتاريخ هذا كان الوضع تاريخيا حاليا المطلوب أن يكون هناك فئة تقول أن هي طائفة مدنية وأنه عندها أنون ما بيمنع أنه كمان المجلس النيابي أنه هو يشرع ويعمل أنون مدني ولكن أن يكون هناك زواج مدني بدون أن يكون هناك قانون للأحوال الشخصية المدنية هذا شي مستحيل بدك تعمل زواج مدني بدك تكون في عنده شرعة ويكون عنده أنون يعني الفكرة أنه لتحارب موضوع الطائفية والمذهبية أنه تعمل حالك أنك طائفة بس مدنية مش تعمل حالك أنك طائفة هذا الانون اللي موجود هذا مش منقول أنه ما في عندنا قانون بيسمح في عندنا قانون موجود وبيسمح هلأ فيه إمكانية لأقتراح الموضوع بشكل تاني وبشكل آخر المهم أنه شخصية الدولة اللبنانية ألبير هي شخصية مدنية لأنه الدولة اللبنانية قالت لك إذا أنت بتجيب قانون مدني أنا بشرع لك إذا أنت بتروح بتتزوج برات لبنان لأنه ما في قانون مدني للأحوال الشخصية إذا تتزوج برات لبنان أنا بسجل لك بسجل لك فيه والمذهبية هي لتزال في لبنان هي اجتماعية. أنا مني عملي إياه أنه مشكلة ومني عملي إياه أنه عائدة. وحسبت هالموضوع بفكرة. إذا كنا نحن اللبنانيين شايفين أنه وضعنا الاقتصادي المزري هو الحالة اللي نحن كلنا ممتعضين منه. هأرجع على دولة ما قبل الـ 75. هل كانت دولة ناجحة اقتصاديا بالحد الأدنى أو لا؟ وهي دولة كانت تطبق المذهبية والطائفية والستة وستة مكرر. وكان فيه كريتير. كان فيه معيار. مش مهم أنت شو بتسمي إذا أنت عم بتطبق نظام طائفي أو غير طائفي. المهم أن تضع القانون وتضع الكريتير. وأنك تلتزم بالكريتير. وساعتها بتوصل العدالة لكل الناس. وهذا اللي بتطلبه الكنيسة. وبتقول الكنيسة أن دولة الحق هي الدولة التي تقدم القانون. بتقدم القانون. وتسلط القانون على الناس. يعني السلطة يجب أن تكون للقانون. وليس للأشخاص. وليس للفئات. مش إنهيك اللبناني. عليا بالأول ونشتغل على حاله. نعم. نشتغل على حاله بالقانون. فهمنا أنه في مشكلة لكن بركز سقافة. سقافة القانون. نعم. بس سؤالي شوي هلأ غريب. بالتاريخ. لما كتير بتبعد عن موضوع دولة القانون. كيف بترجع له؟ يعني أوكي. فهمنا أين المشكلة. بس لما بعدة وصل لك زمان منك عم بتطبق بلحظة بترجع. سلما بنحكي سوسيولوجيا. سلما بنحكي سوسيولوجيا. بس أنا أشوف قانونيا. يعني في أمثلة في كيس تادي لبلدين. رجعت غيرت مسارة. ما في شك أنه نحن بحاجة أنه نرجع نبني حالنا كشعب بالأول. لأنه بالنتيجة السلطة هي من ما بتبلش. بتبلش من الشعب. تبلش من الناس. بدأ نرجع نبني حالنا كشعب. ونبطل حطين المسئولية على غيرنا. يعني دايما لازم تبلش مسئولية من عنا. من كل فرد. يعني يتمتع بثقافة القانون. وأن يطبق القانون. بس ما يكب من الشباك السيارة. بيبلش اللبناني يصير عم بيفكر بمواطنته. ويفكر بانتمائه. وبمحبته لبلده. نعم. ماتر شوزيف شحادة محمد وإستاذ جامعي. شكرا له الحديث حول الدولة المدنية. وكيف نصلها. نصلها بتطبيق وبثقافة قانون نطبق كلنا سواء. نحن رح ناخد بريك ونكمل لايف.